السلام عليكم معكم محمد ده هيكون فيديو سريح أكلمك فيه عن نقطة متعلقة بالفلتر طبعا الشغل اللي انتو شايفين ده بتاع المهندس جواد من العراق وهنا المهندس عبد الرحمن من مصر طالب هندسة مهندس جواد مهندس استشاري في العراق طيب النقطة اللي عاز أكلمك فيها دلوقتي متعلقة بالفلتر والفيديوهات الجاية هبدأ أدخل معاكو برضو في الفيسز مهمة جدا لإنه يمكن في المحتوى القناة اللي عندي ما تكلمتش كتير عنها طيب الفيديو دوت عاز أكلمك عن الفلتر قاعدة سهلة جدا اتذكرها وانت بتعمل الفلتر بتاعك ال-or وال-and ال-or هي الشملة ال-and هي الخاصة أوقات بيبقى عندي فلتر في المشهد دوت بقول الحارت اللي هو اللي يكون interior يبقى ده أول شرط وزائد يكون الكممنت مكتوب حاجة يبقى ده تاني شرط يبقى لازم يتحققوا مع بعض عشان الفلتر يبقى done ده سريعا ال-and يبقى ال-and انت بتربط اشتراط تحقق الفلتر بحالة وحالة تانية أو كده حالة عمتا يبقى ال-and هي لازم تحقق الشروط اللي انت رابطها ببعض دي بتبقى أشمل شوية لإنه وقات ال-view template بيكون في كذا فلتر وبيكون بين الفلتر في حاجات متشابهة ولكن الاختلاف ممكن تضيفه في ال-and دي أحد الاستخدامات مثلا عمتا ال-and هي بتضيف شرط مع شرط ال-or أشمل شوية لو دي ما صابتش التانية هتصيب بتحطي كده شرط اللي بيشتغل منهم معاك خلاص يبقى كده الفلتر بيتحقق لو عايزة أوضح لك أكتر وأنا وحت المشهد اللي هنا كده ودست على lvv وطبعا ده بينضاف داخل view template اللي هو داخل project template روحت للفلتر هتلاقي عندي فلتر هو صح؟ لو دست click على edit اللي هو مسميه wlico test هتلاقي ان هنا عامل and يبقى لازم الحاقط ال-comment يحتوي على حرف A capital ولازم ال-function تبقى داخلي يبقى انا كده ممكن يبقى عندي كذا حيطة داخلي في view template وكل واحد بلون ما انا ممكن اعمل فلتر تاني اهو هدوس w2 ان عندي هيكون برضو band الحوائط ان عندي هنا برضو هدوس ان في ال-comment contain A ولكن هنا بقى هدوس ان عندي الشرط التاني مختلف مهم نفس الشرط بس الشرط التاني بقى مختلف ان عندي هنا ال-function وليكن يبقى معنى كده ان انا عملت عندي حالة وحالة معنى كده ان انا عندي اتنين فلتر في المشهد يبقى انا لو جيت للمشهد ده بالوضع دوت ومسكت الحاقط اللي هنا وليكن اي حاقط خلين ناخد حاقط زي الحاقط ده الحاقط ده هو كده كده انتيريو وروحت عند ال-comment A هتلاقى لون بتاعه اخد الشرط اللي هو بتاع ال-W الاني واحد ده يبقى المهندس عامل دوت تقريبا exterior لانا عايزه interior هتلاقى لون بقى ايه بالشكل ده لكن ده هو اتحاقط تاني يبقى انا عندي كذا option لكذا override في نفس المشهد هدوس هنا على ان برضو ال-comment تحتوي على ال-A ولكن عندي هنا ده يبقى exterior هتلاقى اللون بتاعه ايه اخضر يبقى انا عندي هنا كذا override يبقى الفكرة عندك سريعا ال-and وال-or ال-and بتعمل بها كذا filter ممكن يكون فيه بينهم حاجة مشتركة ولكن هنا ال-comment مشترك ولكن مختلف في حاجة تانية اللي هي function وهكذا تمام هتنساش لو عاجبك الفيديو ممكن تدوس على like button ولو عايز تدعم القناة بالاشتراك ممكن تدوس على subscribe button النقطة التانية اللي عايزة اكلمك عليها متعلقة بي ولكن عندك الباب ده والباب ده والباب ده عدة family جابها من مصادر مختلفة وعايز تعمل plan duplicated من ال-plan دوت لي علاقه بال-opening بس اللي هو الماسنوري الفتحات فهتقول سهل جدا هروح اعمل v-template اروح لي الاعدادات اروح لي doors بالشكل ده وامسك كل حاجة بالمنظر دوت اخفيها وبقي ايه؟ الطبيعي انك هتسيب الفريم صح؟ هتفعل كده الفريم زي ما انت شايفه عندي كل حاجة اختفت في الابواب صح؟ لكني اخترت اصلا من الباب هنا ان انا اشوف ايه؟ الفريم مش شايف فريم طب لو جيت هنا عندي trim هتلاقيه هنا وليكن الحاجات دي طلعت لكن هنا لسه مطلعتش ليه؟ لان تكوين او اللي عامل الفاملي دي غير اللي عامل الفاملي دي او مش نفس الترتيب عندك هنا مثلا انا مش مختار ان اشوف المقبض بتاع الايد ده وانا مختار اشوف البانل يبقى وانت بتعمل حسابك هتعتمد على الطريقة بتاعت انك تشتغل من view template وتبدأ تخفي او تظهر من ال sub category لازم تتاكد ان الفاملي اصلا العناصب بتاعتها زي بعض يعني الباب ده والباب ده والباب ده كل المكونات بتاعتهم تحت نفس الباند ك sub category يبقى لو جيت هنا عند الباب ده اتاكد ان الحلوق دي ولكن اعتبر ان دي حلوق مثلا تحت نفس الباند trim والباب التاني كذلك اشوفكم ان شاء الله فيديو تاني اشتركوا في القناة